هناك حقوق على الدول الصناعية مثلاً أن تؤديها بالنسبة إلى الدول النامية التي لم تكن لها الحصة الأكبر في الانبعاثات الحرارية التي تؤدي إلى الانحباس الحراري هذا صحيح إنما اليوم ما هي قدرة هذه الدول على استيعاب المساعدات المرصودة للتعاطي مع الأسار السلبية لتغير المناخ التكيف مع تغير المناخ أو من أجل أن تكون هناك طرق جديدة للإنتاج تحمي المناخ أو غابات جديدة يتم استحداثها كي تأخذ وتخزن ثاني أكسيد الكربون في التربة السؤال يجب أن يطرح من زاوية ثانية هي عن دور السودان أن تكون هناك سياسة مبادرات من الدول النامية كي تستفيد من هذا الظرف تعي الدول الصناعية أهمية الأمور إنما قدرة الدول النامية على استيعاب هذه الأموال المرصودة يبقى ضعيفة